اشتركوا في القناة الخسارة الأولى لرولندي الروسي ومناقشة هذه الخسارة ستكون مع زميلي في هذه الحلقة وفي كل حلقة سيف العبيدي أهلاً وسهلاً بك يا سيف أهلاً وسهلاً بك يا جون بكل مشاهدين ومستمعين الكرام عارض لك بس مثل ما كنا نعرف هذا هو الانترال انتر قوي لكن نحن فخوره كبيراً كثيراً بما قدمه ورومه أجمعاً في هذه المباراة إن شاء الله يكون القادم أفضل خلونا بس قبل ما ندخل في تفاصيل المباراة ما تنسون علاقتنا السادقة مقابلتنا مع إليونورا تروتا لا تفوتكم الحصيات اللي فيها اللينك رح يكون موجود في الديسكريبشن مع كل حساباتنا نورونا وشرفونا وتواصلوا معنا بكل صغيرة وكبيرة تخص البرنامج وكذلك أصدار النادي وما تنسوا بالنسبة لهذه الحلقة اللايكات الكومنتات عطونا آراكم في هذه المباراة بالنسبة لي ما صغط رح في الحلقة وكذلك عن أداء روما وما تنسوا نشتركوا وفعلوا الجرس حتى يوصل لكم كل جديد أول بأول سيف خلينا مباشرة نطلق في الحديث عن هذه المباراة مباراة بوجهين روما يستقبل هدف أول يعود مباشرة ويقلب نتيجة بين الشوطين التويست روما في الشوط الثاني بشكل مغاير تماما وللأسف خسارة بنظر ربما الكثيرين كانت مستحقة بنظرك أل هي مستحقة أم لا ومن يلام بهذه الخسارة الأولى لروما ديروسي شوف خلينا بالبداية نتفق أنه روما اليوم قدم الأداء اللي عليه طوال الخمسة واربعين دقيقة الأولى قدم يكون أكثر متفاعل بروما ديروسي يتوقع لكن شخصيا عندما شاهدت المؤتمر الصحفي اللي كان قبل المباراة آمنت بحظوظ روما أنه روما قادر على منافسة ومقارعة الإنتر روما قادر على إيقاف قطار الإنتر لكن في خمسة واربعين دقيقة أولى أن تستقبل هدف بسداجة الحارس توقعت صراحة أن يخبط مستوى روما لأنه روما انطلق الطلاقة القوية نحن شاهدنا في أول سبعة وخمسين ثانية تهديد حقيقي للمرمى عن طريق الشعراوي لو لا تألق سومر لكان إعلان للأدف الأول ثم بعد ذلك تلاه عدة محاولات روما في أول خمس دقائق سيطرة سيطرة تامة على الملعب لكن سحاب تكتيكي لمناطق المباراة أيضا لعبت على جزئيات بسيطة لما تلعب مع فريق بقوة وإمكانيات الانتر بتكتيك أنت لم تلعب به منذ ثلاث سنوات كان من المتوقع أن يحدث هذا روما يلعب برباع دفاعي للمباراة الرابعة واليا ولكن بأظهرة ضعيفة دفاعيا نحن نشاهد المباراة ونحللها بصورة أدب سوف نشاهد أنه الهدفين الثاني والثالث للإنتر كان بسبب خطأ تمركز للعبين الأظهرة في روما روما تعود على وجود ثلاثي في قلب الدفاع ثلاثي في منطقة العمليات وهذا الشيء اللي اليوم ما شاهدنا في الهدف الأول لترام لم نشاهد هناك أي أقابة لسيقة لترام في منطقة العمليات حتى من الهدف الثالث من درام سجل المراطب له وكان الخيرينه واللي سبب بخطأ سجل الهدف على نرسل لكن في كلتا الحالتين وحتى في الهدف الرابع الأهداف أغلبها كان المسؤول عنها باتريسيو لكن خلينا الآن نحلل أداء روما روما اللي قدم مباراة في الشوط الأول بصورة أكثر من رائعة هجمات خطيرة استثلال العرضية من بني جريني اللي ظهر لنا بنسخة جديدة مع ديروسي الآن نحن نتحدث عن لاعب الأكثر مساهمة في روما منذ قدوم ديروسي سجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أخرى في أربع مباريات كما عمل طوال المرسم الماضي الآن نحن نتحدث عن ديبالة رغم أنه أغلبنا ينتقل ديبالة لكن ديبالة مع ديروسي أيضا سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات وانطلافها جديدة وأحياء لروح الشعراوي للمتعودين عليها اللي صنع هدفين عفوا نسجل اليوم هدف رائع جميع هذه الأرقام تخبرنه بطريقة أو بأخرى بأن روما قادرة على المنافسة مع وجود بعض التدعيم للفريق في الموسم القادم ولكن في هذا الموسم نحن على موعد مع روما جديدة في القسم الثاني روما هجوميا أقوى دفاعيا ستكون أقوى بكثير في حال عودة انديكا وسموذينج للفريق لأنه الآن روما بمانشيني وهي سيليوم بالمباراة لم يكونوا بخط الدفاع القوي استطاع الانتر أن يخترق أكثر من مرة استطاع أن تكون هناك الكثير من القرات خلف المدافعين صحيح المباراة كانت حسب معطياتها معطياتها محصورة في منطقة المنتصف لكن شاهد تحركات الجبهة اليمنى لروما هجوميا كانت ضعيفة وكذلك دفاعيا كانت ضعيفة الانتر استغل ضعف هذه الأجهة واستطاع أن يسجل منها الهدفين الثاني العفون الثالث والرابع بسبب سوء التمعكس وسوء التخطية لكن هناك نقطة سوداء أكبر من هذا الأداء وهي نقطة سوء لوكاكو لوكاكو للمباراة الرابعة تواليين يسجل في مرمى هيلاز فقط لا يسجل في سرياريتانو كذلك لا يسجل في كارياري واليوم أيضا لم يسجد متى سيسجل لوكاكو هل يستحق لوكاكو مبلغ أكثر من 30 إلى 35 مليون اللي يطلبها تشلسي فيه شخصيا لا أتمنى من قيادة روما أن تجدد عقد لوكاكو لأنه ليس بذلك اللاعب الذي ممكن أن يحسم لكها مباراة كبيرة لوكاكو حسن الكثير من المباريات أمام الفرق المتواضعة لكن أمام الكبار سجل لوكاكو صفري ومباراة أخرى أمام الامتر يظهر فيها لوكاكو بمظهر الشبح والنقطة الأكثر سوهدا من لوكاكو وهي الحارس باتريسيو اللي شخصيا سعيد جدا بقرار الإدارة بعدم تجديد عقده وأنه سيتها عقده في نهاية الموصل لو كنت شخصيا مكان ديروسي في المباراة القادمة لن ينعب لوكاكو ولن ينعب باتريسيو سعتمد على آزون وكذلك فلارة لكن الكلام لدى الكابيتانو السالخ ديروسي معاه كان آخر فوز في الأولمبيكو على الإنتر في 2016 الأولمبيكو كان شاهد على آخر فوز لروما أمام الإنتر ومنذ ذلك الحين وحتى وقتنا هذا روما لم يفوز على الإنتر في الأولمبيكو رقم نحس حاليا يظهر لك أنه روما خلال هذه السنوات الأخيرة يعاني ويعاني كثيرا أمام الإنتر الآن الصدارة للمتر بفارق مريح روما بأسوأ حالاته مع لعب المباريات المؤجلة لباقي الفرق سوف يعود إلى المركز السادس لكن نتأمن أن يستفاد روما من بعض المباريات المؤجلة لتلك الفرق وأن يبقى في موقع اللي هو الحاليا الخامس بفارق نقطة مع المركز دوري الأبطال بعد المبارات وهرت تصريحات الثابتان مدردنا الجديد ديروسي ومن يتكلم عن هذه التصريحات أفضل منك يا جون فضل كلمة عندي يسعدك يا سيد شكرا على كلامك اللي بكنت أكيد اللقص الكثير عن هذه المباراة ديروسيا أيضا لقص في بعض الجملة القصيرة الحديث عن هذه المباراة ببساطة هو أثناء على الإنتر وذكر أن الإنتر قد تفوق وفاز ولم يسرق شيء من المباراة وفي نفس الوقت أثناء على الفريق وقال أنه هو فخور بما قدم فريقه في هذه المباراة لكن تحديدا وجه أيضا بعض اللغ في المجمل على الأداء الذي شاهدناه في النصف الأول من الشوط الثاني وهو بالفعل الجزء الذي شاهدنا فيه التروب الكبير لمستوى روما والذي من خلاله سجل الإنتر هدفين وقلب النتيجة من هدفين لثلاثة أهداف مقابل هدفين ديروسي أيضا ربما أشير في كلامه إلى سباليتي الذي ديروسي ذكروا أنه هو الأبن الكروي لسباليتي وكان أيضا في تصريحه يعني يكتبس من بعض كلمات سباليتي الذي يقول إذا خسرت وأنت تقدم نتيجة إيجابية فعليك أن تبحث عن السبب وأعتقد أن اليوم ظهر الفريق بشكل إيجابي في شوط كامل لكن ما شاهدناه في القسم الأول من الشوط الثاني يجب أن يكون هناك معالج له لأن ديروسي على حسب كلامه يقول إذا كنا سنرضى بالأداء الجيد فقط في الببارة وليس النتيجة هنا بين ضفرين كتفسير شخصي لهذا التصريح ديروسي يقول لا يجب أن نكتفي بالأداء الجيد نقدينا بشكل جيد لكن يجب أن لا نكتفي بهذا الأداء لأنه ببساطة إذا كنا سنكتفي بهذا الأداء فهذا يعني أننا نرضى بالمستوى والأداء المتوسط أعتقد أن ديروسي أيضا أشار إلى أن الفريق في الشوط الثاني دافع بخماسي في الدفاع لكن أيضا كان هناك بعض المشاكل البدنية بالنسبة لللاعب على سبيل المثال كان يتطرق لأنخلينو وفي المباراة شاهدنا كان كريستنسن أيضا يعاني وخرج بسبب تلقي لعدة ضربات فأعتقد أنه ربما حتى مشاركة اللاعب قد تكون في شك بالنسبة لمباراة فاينول وعلى أثرها أقحم بوفي أكيل كان حديث ديروسي مرتبط في هذه المباراة ولكن لا ننسى أنه بالنسبة لحديثك عن حارس مثل باتريسيو ديروسي عطاه الثقة السابقة ولوكاكو كذلك ديروسي عطاه الثقة السابقة المسألة هي في أود هذه الثقة داخل المباراة إما أنك تؤدي بما يستحق الفريق وما يستحق تمثيل هذا الشعار أو أنك تتنازل عن هذا المقعد وأعتقد في المباراة الأوروبية أمام فاينول ديروسي لديه الفرصة للتيرنوبر سبيلار قد يعود أساسيا المباراة التي تقريبا كنا دائما نشهد في كل خميس سبيلار هو الذي يكون الحارس الأساسي وأعتقد أنه يستحق هذا المركز وإذا عاد كأساسي حتى في الدوري فأنا معك لا ألوم ديروسي على هذا القرار أنها مصلحة الفريق طوق كل شيء والآن لوكاكو استعاد ربما من سوء حظه مع تراجع مستوى استعاد الفريق المهاجم الثاني وهو آزمون بعد نهاية البطولة الآسيوية وبالتالي آزمون هنا سيكون في حالة من التنافس مع لوكاكو في هذه المباريات المقبلة وبالتالي سيكون هناك فرصة لكي نشاهد مستوى أعلى من لوكاكو وإذا لم يظهر فيه فأعتقد أنها بكل تأكيد نهاية مسيرة معرو بالنسبة لي لو ككلمة ختامية مباراة اليوم أكيد يتحمله ديروسي ببعض القرارات يتحملها الأظهرة وأداءه وسوء الرقابة التي كانت في خط الوسط وفي عمق الدفاع بكل تأكيد لكن نحن اتفقنا منذ اليوم الأول أن ديروسي يحتاج إلى التعلم يحتاج إلى النطج يحتاج إلى أنه الجمبور يصبر عليه والكورفا أيضا تعيه دانيك بدليل أنها في نهاية المباراة صفقت لللاعبين وقامت بتحية كل الأفراد بمختلف أسماهم وعلى رأسهم دانيا يديروسي ولكن بكل تأكيد داني يعرف تماما أنه القادم سيكون صعب وهو أيضا يعلم أن مواجهة فاينورد ستكون صعبة وعليه مباشرة أن يتجاوز هذه الخسارة معنويا حتى يتمكن من تجاوز مباراة فاينورد بنتيجة تكون مرضية لأنه البطولة مختلفة وستايل النعب سيكون مختلف وفي نفس الوقت بطولة خروج مغلوب في النهاية بعيدة عن حسابات الدوري اللي بكل تأكيد طريقة أصعب وأطول لكن نرجع ونقول أن ثقتنا مستمرة في دانيلي على أمل أنه يستفيد من الدرس اللي حصل في هذه المباراة خسارة أعتقد من وجهة نظري لم تكن مستحقة بناء على الشوط الأول لكن بالنسبة للشوط الثاني أعتقد أنه كنا نستحق هذه الصفعة على الأقساس أنه يستفيد منها الفريق مستقبلا لربما يكون القادم أفضل خصوصا أمام سجل روما أمام الأندية الكبيرة وفي مباريات القبل شكرا لك سيفي العبيدي على تواجدك معي في هذه الحلقة أثريتنا وإن شاء الله الحلقات المقبلة تكون أجمل وأجمل مع روماتي الروسي شكرا لك يا جون أتمنى صراحة أنه يكون القادم أفضل البوادر موجودة والفريق إن شاء الله مع استعادة المصابين أيضا سيكون أقوى لهذا دعونا نتأمل خير المبارات القادمة لروما لن تكون بتواجد جمبورة لأنه حسب لوائح وقوانين الويفا جمبور روما معاقب من الذهاب إلى هولندا كذلك الجمبور الهولندي معاقب من الذهاب إلى إيطاليا في هذه المبارات لهذا جميعنا لابد أن نؤمن بحظوظ روما في هذه المبارات على الأقل على تقديم مبارات بنتيجة مرضية والحاسم يكون في الأولمبيكو في اليابة إن شاء الله أمنياتنا بالتوفيق لديلروسي ولكل اللاعبين في تقديم ما يشرف القميص وما يشرف النادي في المعترك الأوروبي خصوصا وأنه هذا أول اختبار لدانيان لديلروسي أوروبيا أمنياتنا أنه يقدمون ما يشفع للفريق من عجل التأهل للدور القادم شكرا مجددا لسيف العبيتي شكرا لأحمد كريم مخرجنا وكذلك شكر موصول لكم أنتم على تواجدكم حتى هذه اللحظة ما تنسونا بتفاعلكم ودعمكم ونلتقيكم في الحلقة المقبلة وإن شاء الله القادم يكون أفضل شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم